عندي طفلي موهوبة وشاطرة ولطيفة وكل ما بدكو من لزي بس عندها مشكلة معها بايش؟ إنها البنية رسامة كل وقتها بتقضيه بترسم ومين بترسم؟ بترسم اسحابها، بترسم صحباتها، بترسم خالتها وجوزها، بترسم عمها ومرته والأم مزعوجة كتير مش ممكن تصدقوا من إيش مزعوجة؟ إنه ليش بترسمنيش أنا وأبوها؟ بترسمني أنا وياها؟ بترسمني، بترسم حالها فلما باجي بقولها ليش ترسمنيش أنا وأبوك بتقول لي بعرفش أرسمكو؟ وهذا كتير مزعجها للأم طلعي، هون واضح إنك أنت عم بتعبري لها بطريقتك، بسؤالك، بلهفتك، حتى بلومك مرات، بالاستهجان، بالناء تبعك، بالتعليمات تبعتك اللي فيها هي انتبهت، انتبهت إنك أنت عم بتركزي، كل الوقت قاعد بتركزي بأنه ناقص بالرسم تبعها إنه أنا وأبوها ليش مش ترسمناش أنا وأبوها؟ صارت عادي، ليش صارت عادي؟ لأنه هي مع كل هفتك عليها ومع كل اهتمامك فيها وأكيد أنا متأكدة إنك هذا التعبير عبرتي لأمك، عبرتي لجوزك، جوزك كمان عماله بستهجن وحاسين إنه فيه إشي فيه قطبة مخفية، لا، هي بس حست إنه إذا مرس ما تكوش مع بعض، إذا مرس ما تكوش معها، إنتوا قاعدين بتركزوا، طالما إنتوا بتركزوا أنا كتير سعيدة كل ما ركزتوا أكتر على رسمي، كل ما أنا كنت سعيدة، الرسم العادي إنتوا بتركزوش عليه قد ما بتركزوا على إنه أنا مرسمتكوش فأنا بدي أبقى من غير ما أحس كطفلي أنا صارت عندي عادي إنه أنا بقولكو بعرفش أرسمكو، ننوقف هذا، ليش ننوقفو؟ لأنه إخسارة، البنية موهوبة وبتعرف ترسم، والبنية كتير لها مستقبل فنركز من قسة وطالع من اليوم وطالع على سلوكها المستحب، ونبلش نشتغل بالدراما لأنه هي جيلها كيف أنت أمتتيني خمس سنين وثمانة شهر بتكتير عندها خيال واسع، خصوصا لأنها بترسم فناني، ونركز على سلوكها المستحب، بدراما وبكتير محسوس يعني مثلا إذا بتحكي لها قصة مثلا، عنا قصص حلوة كتير لقلها اللي بتقدر تركز على الرسم فيها، الشمس نائمة، البيضة، فراص وصحابه الثلاثة، أنا لست هنا، فيهن رسم وفيهن كتير لها سور ديناسور، ياي كيف جاي باللاحة، بالضبط قدرنا نعرف، يا الله الألوان، أنت هون قاعدة بتركزي على الرسم، قاعدة بتعطيها أنك أنت بهمك إبداعها، بهمك موهبتها، بس مش عمالك بتركزي على النائس، كل ما ركزتي على المستحب، كل ما هي توسعت وأثرت إبداعها وموهبتها، كتير مهم كمان أثناء اللعب إنك تحكي مع الطيور، تحكي مع محيط الطبيعة اللي حواليكي، لما بيكتحكي حتى عندي النوم قصة نفرد بديكتحكي كشكش يحب عنياطير، لوزة في الشارع، كشكش يحب الحيوانات، أي قصة تركزي على إنها تعال شوف يا كشكش بنتي وسمي اسمها، ما أشترها ومدحيها، مش بس بالرسم، لأن الرسم موهبة وأنا بديها تستمر في هاي الموهبة لأنها بتصير عندها مش بس موهبة، بتصير هواية بتعبيلها وقتها، بس أنا كمان بدي أركز على سلوك آخر، تعاون، مشاركة، تنازل، هذا كتير ضروري، تطوع، هذا خمس سنين وتمانة شهر، هذا كتير ضروري أني أنا أقول له لو تشوف كيف يا كشكش لما بتكون مع، كيف بتساعد، لما بتشوف ولد محتاج، كيف بتوقف معه، أركز كمان على مواهب تانية، نفرد بتعزف، نفرد بتعرف تربي حيوان أليف، نفرد بتعرف تحكي قصة حلو، صوتها حلو بتغني، كل ما يمكن، في كمان لعبة كتير أنا بقول هاي مفقودة عندنا بالوسط العربي شاترانج، قوانينها، دومينو، الزاكرة، هاي إذا بركز عليها وإذا طلعت عندها موهبة فيها نية المجتمعنا، أنا كتير معنية في أنه أطفالنا تصير تعرف من وهي طفلة، من وهي بعدها بطور نمو يصير يعرف شو موهبته، وأنه أهله من تبهين له، وأهم شي، ما تنسي ماما، كل ما لومتي، كل ما نقاتي، كل ما استهجنتي، وقلت ليش، وين أمك، وين أبوك بالرسم، كل ما نزلتي من تقديرها ذاتي، وخسرتيها من الأمان والإثمئنان، لأنه عندها حاجة عاطفية أنك تكوني أنت راضية، خسرتيها من حبك، لأنه عندها حاجة عاطفية أنك تكوني أنت كتير متمتعة في اللي عم تعمله، وتكوني نموذج لقي لي ماما، حتى أني أنا أسير بكرة لما أكبر تذكرك أنك أنت متى للأعلى، وما تنسي، مش بس الرسم والجلسة الساكنة هي اللي بتثري وبتطور شخصية سوية سعيدة، كمان مهمة كتير النشاط الحركي، كل ما عملت أنشطة حركية اللي فيها تفوقت على ذاتها، صارت تعرف تنط عالي عالي، صارت تعرف تركب دراجي وتقودها بدون عجلات مساعدي، صارت تعرف كل ما يمكن من ألعاب تنس، كرة تسلي، أنا لازم أمدحها، لازم أوفر لها بيئة نشاط حركي، ليه؟ بعملها تنفيس، تنفيس عن كل الضغوط اللي بتمر فيها يومي، وما تنسي عند النوم كتير مهم القصة، قصة تريحها وتعملها استرخاء.